طبعا كتاكيد فقست من الفقاسة ورح ننطر لصناعة حاضنة بشكل سريع وبسيط مبسط جدا شوف الفيديو ان شاء الله كل بستفيد منه مع الأدوات البسيطة السلام عليكم ورحمة الله معكم مصطيف طريبة الدواجن أهلا وسهلا بالجميع طبعا كتاكيد فقست كيف تقدر تصنع حاضنة بشكل سريع جدا ما يقارب نصة أو أقل مع أدوات بسيطة وإذا ما عندك الأدوات من كلها متوفرة بتقدر تستخدم عن الطايمر بطايمر من سيدلية حق وخمس دانير اللي هو الزئبقي ممكن يساعدك في أنك تعمل حاضنة اللي احنا راح نشوفها هسا آآ قبل ما نخوض في التفاصيل بتمنى من جميع الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس ودعم القناة من كل إنسان مهتم في طلبة الحيوانات والطيور وأهلا وسهلا فيكم آآ طبعا هاي هي الكارتونة اللي احنا تم استخدامها لصناعة الحاضن وهاي بعض الأدوات وهي موجود فيديو عنده حخللكم إياه بالوصف بالأدوات اللي استخدمناها وكمان حنشرح عنها هون آآ زي ما انتم شايفين تم تركيب الجزاز او القطعة اللي بننور الجزاز على الكارتونة هاي ليش منسويها لانه هاي بتعملنا متل نقدر احنا نراقب الطيور عن طريقها بشكل آآ مبسط من غير ما نفتح الحاضنة ونضيع الحرارة اللي موجودة في الحاضنة فمنحط هادا الجزاز عشان اه يتم مراقبة الكاتاكيد داخل الحاضنة آآ من غير ما ننطلب لفتحها ونقسر الحرارة الداخلية وطبعا هنستخدم التايمر الطايمر هو مؤقت لدرجة الحرارة خمسة وثلاثين للكاتاكيد في بداية الاعمار وهون راح نستخدم كمان منور من فوق ولكن هذا المنور اختياري اذا انت حاب تعمله او مش حاب هادا شي بيرجع الى آآ طبعا راح نكون المروه او القزاز او المنور بطرف الحاضنة ليش منحطه بالطرف عشان انا بدي افتح من السقفية البوابة اللي ادخل منها الكاتاكيد او الاكل او المي آآ وليش منفتح البوابة من السقفية بالنسبة لي لانه الكاتاكيد بعد عمر اربع خمس ايام بيكونوا نشطين كتير سواء السمان او الدجاج وبعض احيان ازا بتفتح عليهم الباب من احد الجوانب بتجي تحط الاكل او الشرب بتلاقيهم طلعوا برا الفقاسة الحاضنة وممكن انه انت يتتغلب معهم فانا بفضل انه نفتح المدخل من السقفية عشان نقدر ندخل الاكل او ندخل الكاتاكيد اللي بتطلع من الفقاسة من دون ما نتغلب من دون ما انهم يهربوا منا طبعا راح نستخدم كمان الطايمر انتو شايفينه هات من احسن انواع الطايمرات تعتبر من نسبة لسعرها وهو بسيط جدا سعره ما يقارب خمسة عشر دولار يعني هاي من المحلات وفي ناس بيجبوه اقل طبعا ما اعرف طريقة تاني بس انا اشتريته بصراحة بخمسة عشر دولار سهل جدا الاستعمال غير معقد نهائي اه ممكن تستخدمه بكل اه اريحية طبعا السلك الاصفر والاسود هما لللمبة اللي بتم اه فصلها عندما توصل درجة حرارة معينة اما الاسود والاحمر هما للكهربا دايرك اه وبالنسبة للحساس هو مشبوك بالجهاز داخلي يعني ما بيغلبك ولا شي وبتم تثبيته على الحاضنة بالطريقة اللي انتو شايفينها بوجه الحاضنة بحيث يتم مراقبة الحرارة اه ما تتغلب فيها لو اي حدا طلع على الحاضنة بيعرف الحرارة قديش كل شي مناسب وبيقدر كمان يعمل مراقبة للكتاكين عن طريق المنور سواء المنور الجنب او منور السكفية المنور اللي هو الكزازر اللي ركبناه يعني طبعا اه بتم تثبيت اه منظم الحرارة على سطح الحاضنة زي ما حكينا لكم اه هسا يعني تقريبا نثبتنا بنعمله تست ان اموره كلها تمام طبعا درجة الحرارة بالغرفة سبعتاش ولكن هو معاير على خمسة وتلاتين للكتاكين راح نتم بتجهيز الحاضنة هسا وضع اللمبة والتوصيلات كاملة قدامكم بس انتبهوا تكون التوصيلات فيها حضر وتكونوا منتبهين وما يكون في شي معزول من الاسلاك ويريد كل فترة تراقبوا الحاضنة بما انها من كارتونة ما تتعرض لايشي عشان نقدر اه الحمد لله رب العالمين ما يصير ايشي يعني اي حدا بالبيت مش ضروري انت اللي عندك الكاتيكيت نفسك تراقب الحاضنة ممكن اي شخص موجود في البيت يتم مراقبته للحاضنة اه بشكل بسيط يعني مرة يطل عليها كذا مش غلط يعني اه وايشي بالبيت اصلا بده مراقبة مش بس فقاسة او شي خصوصها الادوات الكهربائية اثناء تشغيلها اه طبعا هسا احنا بالطريقة اللي انتو شايفينها هاي راح نوصل اللمبة اه راح نفتح فتحة بالحاضن من ورا ونطلع اسلوك اللمبة ونعملها توصيل مباشر مع التايمر اللي هو السلك الاصفر والسلك الاسود اه وبعد ما نشبك اللمبة هاي راح نعمل اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اه طبعا معاير راح نفرجيكم تيست كيف بتم معياره كيف بتم الفصل والتشغيل بس توصى درجة حرارة معينة اه بنصح نصيحة انه كل انسان بفكر يركب اللمبة في درجة الحرارة ستين واط او اربعين واط او ميت واط تكون حاملة اللمبة سراميك او تكون اه عظم عظم مش بلاستيك يكون عظم مقوة او سراميك او اه فخار لانها هاي اللمبات بتحمى وما بدنا يتم ايشي يعني سيح السوكه يسامح الله انه وتحصل مشاكل مش يفضل من الضروري جدا انها تكون حاملة اللمبة يا سراميك او اما اه عظم قوة من البلاء العظم القوي او فخار ايجا طبعا زي ما انتو شايفين هنا فتحنا للقاعدة للنبة اه بنفتح لها فحتها خفيفة بالظمية الحاضنة بحيث تدخل يعني بطريقة انها تكون محشورة حشر ما ما تكون فالتة ويتم تكون متحركة وممكن تسقط على الطيور او يعني تغلبنا منضيف هون طبعا الشمع عليها عشان يسبتها وبس يبرد بسبتها الشمع بسيط طبيعي العظمي هاي او بتحمى شوي هو بيحمى شوي هذا حتى لو الحاملة كانت زي ما انتشفتوها سراميك ممكن تحمى شوي فممكن ان الشمع ما يسبتها مية بالمية انا باعتمد على حشرها بالكارتونة احسن بس بحط الشمع هو وضع اضافي بحيث ان ما اتغلب يعني انها تكون وضع اضافي انها تمسك اللمبة حسنا راح يتم ان شاء الله توصيل اللمبة مباشر في الطايمر طريقة اللي انت حسنا هتشوفوها لما بتم توصيل اللمبة بالطايمر راح نتم تشغيله ونفرجكم كيف بعد درجة الحرارة معينة راح يفصل وراح يشتغل وزي ما بحكي لكم هذا الطايمر كتير ممتاز وسعره كتير بسيط واي واحد بقدر يستخدمه ما بده يعني مش معقد نهائي حتى بالعيارات مش معقد بسيط جدا هان راح ننزل الحساس من الفتحة بسيطة بسطح الحاضنة حط الحساس طبعا في نهاية الحاضنة من تحت ليش منحطها هيك عشان تاخد الحرارة اللي بدنا اياها بصراحة انا ما بحب اللي سلوك تكون كتير معا يعني شرشب فوق السقف الحاضنة او ع سطح الحاضنة بحب استخدم لزيك لها خاص البلاستيك الشفاف بس مش عارف وانو والله مش متوفر هو موجود عندي بس مش لقيه طبعا هيك ركبنا اللمبة راح نعمل تست نشوف الامور كيف هسا بعد ما يتم التوصيل وما تنقلو الكتاكيت الا لما تكون تأخذ درجة الحرارة يعني الممتازة بالحاضنة يعني ما بصير احنا نعمل الحاضنة ودرجة الحرارة سبعتاش وطمنتاش منجيب الكتاكيت من الفقاسة ونضيفها على الحاضنة هذا شي غلط وممكن يتعرض الكتاكيت للفحة بالقصبات الهوائية وممكن بعد اكام من يوم يظهر عليهم اعراض ولسه هم اللي اخدوا مطاعيم ولا عندهم مناعة من اصله يعني الا مناعة الوراثية عن الام والاب وما بنعرف اكديش قوتها وكديش احتمالات الاصابة بالنسبة لما انتم شايفينه هاد هسا راح ان شاء الله بعد ما وصلنا لمبة الحرارة للحاضنة راح نشغل اللمبة وراح افرجيكم التست الصريع كيف بتم فصل الطايمر وتشغيله عن طريق الحرارة اللي بتنتجها اللمبة اللي هي صفرة طبعا شو بتحطوا اللمبة حسب الاجواء عندكم حسب الغرفة ازي كانت مكيفة والحرارة عالية ممكن تستغنوا عن هاي اللمبة تحطوا لمبة تانية انا كنت بفضل احط اللمبة المدهونة يعني تكون عتم شوي لانه هاي بصراحة الاشعاء كتير عالي على الكتاكيد يظلوا 24 ساعة بس انا بريحهم راح اطفي ساعتين مثلا ليش انا حطيت هاي اللمبة لانها هاي احمى والجو كتير بارد ما عطتني اش نتيجة اللمبة الحمراء اللي هي مطلية ما عطتني نتيجة متل هاي شوفوا هسا كيف راح يتم فصل راح احط الحساس على اللمبة بالطريقة لانتو شايفينها استخدمت هنا الحساس بشبكوا هو ما بنحط هيك على اللمبة دايرك بس انا بعمل هاي التجربة تست عشان تتعلموا منها يعني تعرفوا كيف الحساس برتفع حسا وبتم الفصل انا بدي افرجيكم فصل الجهاد تايمر انه بيفصل بصوصة درجة الحرارة خمسة وتلاتين وحسا راح يطلع اكتر لانه انا حاط الحساس على اللمبة مباشر هو ما بنحط مباشر وبنحط بنص الحاضنة بس انا بعمل هذا التست عشان ما اطول عليكم المقطع او الفيديو اه بالطريقة انتو شايفينها اه تشوفوا كيف درجة الحرارة بلشت تطلع صارت تقريبا واحد تلاتين اتنين تلاتين نص طبعا هي خمسة وتلاتين لازم تفصل ممكن تطلع اكتر لان انا حاط الحساس مباشر على اللمبة اربعة وتلاتين سبعة وتلاتين هسا راح تفصل اكيد شايفين فصلت فصلت وراح ترتفع شوي كمال لانه حميل الحساس احتمال اه نزلت اوكي اه طبعا زي ما انتو شايفين طلع كتير لانه قربناها اهو هي خلاص هي كان برمجة خمسة تلاتين بتطفي اربعة وتلاتين بشتر عندنا الحساس بعد اكم من يوم بس يتم يصير الهم ياكلوا للطيور يصير يعتمدوا على الاكل وهاي الدورة راح نعتمد عليها في التطعيم البيطري راح اعملكم دورة هاي الكاملة في التطعيم البيطري اه بعد اكم من يوم بتم تنزيل الحرارة درجتين تلاتة حسب الاجواء وحسب نشاط الطيور اه طبعا الحاضن ما بتكون كل الجهاد نفس الحرارة ممكن تكون زوايا اللي بعيدة عن اللمبة شوي تكون ابرد بس احنا نترك المجال للطيور هون للكتاكيد اذا حابين الدفع بروحوا بقربوا يعني بكونوا قريبين على اللمبة واذا شعروا انهم شوانين ممكن يروحوا شمال او يمين بس تكون الامور طبيعية يعني تكون درجات الحرارة سواء نزولها او طلوحها يكون طبيعي بتلاقم معهم يعني يكونوا مش مجمعين تحت اللمبة وبردنين كتير ولا يكونوا بعيدين على اللمبة وبلاهته فتحين تمهم انه فيه حرارة زيادة عندهم يعني تكون الامور طبيعية اختيارية اطرام حركتهم طبيعية داخل الحاضنة اعرف انه كل شي مناسب والحرارة مناسبة والاوضاع كلها مناسبة هون هسا راح احنا نسكر بعد ما نفرد الارضية طبعا انا بفرد طبيعة بفرد الحاضنات في بلاستيك مفرش بلاستيك قوي وبعدين بضيف شوية رمل معقم وشوية من الاعشاب بس مما انه الدنيا مطره عم اصور مش قادر ااخده رملة من الارض بس تنشف هسا راح اكتيفي اليومين هدول الاول ثلاثة ان احط الكيس هذا اللي شايفينه مقوة من اي كيس تتاع مشتريات عندك بس يكون قوي مش كيس الخضار يكون شنتات هاي ركوية لبلاستيك راح نفردها بقاع الحاضنة مع شكفة تشريطة يعني تمتص الرطوبة والبراز للكتاكيت بس اكيد طبعا بعد اكم من يوم راح يتم تغيير الفرشة وراح عملكم فيديو سريع لها او فيديو قصير شورت سوف ارجوكم اياه طبعا هون راح نسبت النايلون ونسبت المفرش علشان يكون سهل علينا تغييره باي وقت بالمشمع هون كمان راح نسكر باب الكارتوني بالشمع بس ما منسكره كتير منخليه مجال انه ممكن باي لحظة نفتحه ونعمل تغيير الفرشة ما بدنا نتغلب لانه طبعا صعب اني اغير فرشة الكتاكيت من الفتحة اللي سويناها فوق بسطح الحاضنة فانا بحط شوية بشمع عليها على البوابع بس ممكن افكها باي لحظة وارجع اسكرها هون انا راح هنزلهم بس ماي يعني هما بعد 24 ساعة من الفكس بس بحط لهم ماي ورشة سكر ولازم احط هون الزلط او حجار بالمي هون لانه بعدهم صغار بس لانه هسا ماش عارف كمان اطلع اجيب الزلط دنيا مطر وطينة راح احط شوية مي صغير هيك عشان هما ازا لانه يعني كمية عندي بسيطة الكتاكيت اللي عم بطلعوا لسا ما طلعوا كلهم فراحط شوية مي صغير عشان ما يغرقوا حالهم شايفين يعني ربع فنجان مي ورشة سكر بحيط هدول لانه هدول صلهم يوم فاكسين لازم هما اه يشربوا اذا احتاجوا مي وسكر ويغسلوا عمعاء عندهم ليش منحط مي وسكر المي وسكر خسيل للعمعاء ايش ما فيه عندهم عمعاءهم بينزم من اوساخ او بكتيري او شي طبعا برجع وبكرر راح استخدم مع هذا الفوج من دورة الكتاكيت المطاعيم البيطارية كاملة يستفيدوا منها الناس ويعرفوا كيف يمشوا بالبرنامجات درجة درجة بطريقة ان شاء الله سالسة ومفهومة طبعا راح استنى على درجة الحرارة لما تصير مناسبة تطلع فوق الثلاثين واحد تلاثين اتنين وثلاثين بقدر اجيب الكتاكيت ويتم اضافتهم داخل الحاضنة بس تبسط درجة الحرارة فوق الثلاثين فوق الثلاثين لانه حتى هاي درجة الحرارة ثمانية وعشرين او سبعة وعشرين فاصل تسعة تعتبر لساتها نازلة لانه هم موجودين في درجة حرارة سبعة وثلاثين فاصل خمسة فانا ما بقدر اجيب ان اقولهم من سبعة وتلاثين فاصل خمسة لسبعة وعشرين وثمانية وعشرين سبعة درجات ممكن الطير يتعرض لكتكوت عفا يتعرض للفحة صدرية او لفحة بالقصابات الهوائية بس طلع عندي درجة الحرارة توصل فوق الثلاثين يعني تنين وثلاثين ثلاثين ثلاثين الاربعة وثلاثين وكل ما كانت اكتر بكون انسب انا بطلحهم من الفقاسة وبضيفهم للحاضنة. طبعا هاي الكارتونة ممكن ان تعمل لك الدورة الحاضنة ما يقارب. احنا هسا بنحطها ما يقارب حوالي شهر من ثلاث اسابيع لاربع اسابيع طالما الاجواء باردة خاصة ان احنا بالكوانين فانا بحطدنهم حوالي شهر في الحاضنة. وبعدين بعد كل من يوم بنزل الحرارة لما نخليهم الساهم تتعود درجة الحرارة الطبيعية اللي هي ما يقارب اربعة وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ستة وعشرين زي هك. كل ما كبروا شوية بنعودهم على درجة الحرارة يعني بالتدريج بحيث انهم ما يصيروا عندهم اصابات او مرض. هسا جبنا كتاكيد اللي طلعت وضفناها بالحاضنة زي ما انتم شايفين هون. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ام تضفتهم لما درجة الحرارة تقريبا وصلت تلاتة وثلاثين فاصلة او اربعة وثلاثين. هسا راح ابرجيكم اياها قديش درجة الحرارة. نشوف الكتاكيد الطبعيين. يعني ما راحوا عند اللمبة ما تجمعوا ما هربوا من الحرارة. فهيك الامور عندهم طبعية ما في اي مشاكل الحمد لله. طبعا هم بدوروا على الاكل. انا ما راح احط لهم اكل هسا لحط لهم اكل بكرة ان شاء الله. اه بعد الظهر بس نطف الامعاء عندهم عشان ما يتعرض لأي اصابات. راح احكيرهم كيف تحطوا الاكل لهم. شايفين درجة الحرارة ما يقالب اربعة وثلاثين. اه شايفين ما شاء الله عنهم. وضعهم طبيعي جدا. ان شاء الله هسا كل ما بطلع امتاج من الفقاسة. بعد تمنتاشر ساعة او يوم بقدر اضيفه على الحاضنة. طبعا الكتاكيد بالصيف منخليها اربع ساعات بالفقاسة ومنطلحها. اما بالشتاء منخليها ما يقارب من اتناشر ساعة ل اربعة وشرين ساعة. حسب الاجواء وحسب البرد اللي احنا فيه. اه شايفين امورهم طبيعية وممتازة جدا. الحمد لله. هون حطينا برغي على الغطاء عشان ما نتغلب لما نفتح ونسكر وننزل الاكل وننزل كميات الاعلاف. او اذا بدنا نعمل اي شي نحن نحط الكتاكيد. طبعا زي ما حكينا انك تسحب الفرش. تسحب الفرش من الباب الحاضنة. تفتح الباب اللي انت سكرته بالسيليكون. تسحب الفرش مع النايلون. ليش بنحط النايلون? النايلون ببنع تصرب المي والرطوبة على الكرتونة. وببنع انك ترفع نسبة الرطوبة والغازات السامة عند الكتاكيد. اه بحب النظافة كتير عليهم حتى لو انهم كتاكيد او صلصان او شو ما كان. يعطيكم العافية وشكرا لكم. ما تنسوني من الاشتراك واللايك والطالب.